لو حد حابب ياخد فكرة عن التجربة البصرية في الفيلم فاللقاطات اللي جاية دي من التريلر هي أفضل تعبير عن اللي ممكن تستنون احداث فيلم وانسا بونات سايمون هوليود بتدور عن النجم التلفزيوني ريك دولتن والدبلير بتاعه كليف بوث بعد رحلة طويلة ناجحة مع مسلسله التلفزيوني باونتي لو في الخمسينات ريك بيحاول ينقل نجاحه ده للسينما بس المشكلة انه خلاص في نهاية الستينات ما بقاش بيتبصله على انه نجم كبير وكل الشغل اللي بيجيله هي أدوار شر صغيرة كليف على الجانب الآخر هو صديقه المقرب ومساعده الشخصي وبيقدم كل الدعم والمساعدة لإعادة صديقه لطريق النجومية واللي بالتبعية حيعنيله هو شغلة أكتر ونجاح أكبر رحلة أبطالنا بتحصل في نهاية العصر الدهبي لهوليود العصر اللي شهد ظهور ثقافة الهيبيز واللي كمان كان بيشهد صعود شارن تيت لمصاف النجومية مع زوجها المخرج رومان بولانسكي اللي للصدفة عايشين في البيت المجاور لبيت ريك دولتن فيا ترى ايه اللي حيحصل في فيلم التاسع والقبل الأخير لو صدق يعني كوينتين ترنتينو بياخدنا في رحلة لأكثر حقبة هوليودية هو شخصيا تأثر بيها نهاية العصر الدهبي وظهور الاتجاهات الأكثر تحررا سواء بقى على مستوى العنف أو الرعب أو تغير شكل أفلام الغرب من النسخة الأمريكاني للنسخة الطلياني لدرجة أنه استلهم عنوان فيلمه من الفيلمين الشهيرين لسيرجيو ليوني موضوع فيلمنا هو نجم من العالم القديم بيحاول يفضل نجم في العالم الجديد في شراكة مع ممثل لجيش الجنود المجهولين اللي يعتبروا أعمدة الصناعة اللي مصرهم مربوط بمصير النجوم المرفهين إعداد رائع وفي قصص كتير جذابة ممكن تتحكي جواه بس إيه هي القصة اللي فيلمنا اختار يحكيها لأ أنا مش هجاوب أنا بس بحاول أقول أنه سؤال مهم وأعتقد أنه كل مشاهد لازم يسأله وهو بيتفرج على الفيلم مش قبل ما يتفرج عليه ومش بناء على التريلر ومش بناء على المراجعات بما فيها المراجعة دي أحب كمان أضيف أنه سؤال صعب لأن فهم بناء الفيلم في حد ذاته يعتبر التحدي بعكس أغلب أفلام تارنتينو الفيلم ده فصوله مش متفهرسة بس ده ما يعنيش أنه ما فيهوش فصول الفيلم مكون من 3 فصول بالتحديد وكل فصل فيهم أحداثه بتقع على مدار يوم واحد بنبدأ ببطء وشوية ارتباك وإحنا بنتعرف على الشخصيات والحقبة الزمنية وكمان وإحنا بنتعرف على معاناة الشخصيات في الحقبة الزمنية مفيش حوارات آسرة مفيش تسلسلات جذابة مفيش فرصة لأي حد إنه يقدي ممكن تكون أبطأ بداية لأي فيلم من أفلام تارنتينو ووصلني الانطباع أنه ممكن يكون بيعامل الفصل الأول ده على إنه ضرورة مش على إنه حلبة ممكن يستعرض فيها عضلاته واللي رسخ الانطباع ده عندي هو سرعة بداية الفصل الثاني وقد إيه كان طويل وقد إيه كان رائع الفصل الثاني بيتعمق أكتر في تفاصيل كل شخصية وبناخد معاه غطس أغوط في بصمات مخرجنا الحوارات اللقطات المتحركة التلاعب بالإيقاع شغل الساحر والحاوي اللي بيخليك تبص في زاوية بينما اللي بيحصل فعلا في زاوية تانية بنشوف ثلاث لوحات هوليودية من فترة نهاية الستينات وبنشوف عدد كبير من الشخصيات المساندة اللي بترسم الخطوط الدقيقة اللي بتخلي اللوحات دي تنبط بالحياة أنا حقيقي حبيت الفصل الثاني من الفيلم جدا ووصلت القناعة ما بيني وبين نفسي أني لو خرجت من الفيلم بالفصل ده بس فهو كافي وفجأة بدأ الفصل الثالث وبدأت معاه المراجيح معادش فيه تركيز مع الحوارات ولا مع تتبع شغل الكاميرا أصلا الفصل الثالث بيبتلي بمنتاج وعليه تعليق صوتي بس السحر بياخد منحنى حاد وأخيرا حسيت أني فهمت الفيلم عاوز يقول إيه هو ما بيحاولش ينقلنا صورة عن مرحلة سينمائية تاريخية هو قاصد يحاكم كل حد وكل حاجة فيها يكافئ الطيب ويعاقب الشرس ويدمر القبيح خدتوا بالكم من اللي أنا عملته ده عشان مش سهل يا معادش فيه تلاعب بالإيقاع إحنا وصلنا لحالة تصاعد مستمر في الإيقاع وفي الحرارة الأمور وصلت لمرحلة الجنان ومش جنان عادي جنان تارنتينو ومن خلال كل الجنان ده وصلنا لأفضل نهاية ما بين كل أفلامه حاجة كده حتدفي قلوبكم وتحطمها في نفس الوقت حقيقي ما دنش أني شفت أي حاجة زي دي قبل كده أنا اخترت أني أقدم لكم هيكل عامل الفيلم عشان سمعت كلام كتير قوي عن إحباطات ولخبطة وأنا كده ما حرقتش حاجة على فكرة عشان الناس اللي عندها حساسية مفرطة الحرق اللي بجده حيبقى على بوديو خلال يوم أو اتنين فتابعونا هناك وما تنسوش وياريت كمان تفتكروا تشتركوا في القناة على يوتيوب وتعملوا شار ولايك للحلقة وتابعوني على باز عشان النشارات بتاعت السينما وتابعوني على نيمو دوت تيفي علشان بقينا بنبث بشكل يومي دلوقتي والعدد كبير من الساعات وبنعمل تريلر رياكشنز بالهبل احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ اه الفيلم اتمنى الهيكل ده يبقى دليل ملائم للمشاهد مش عشان يشوف الفيلم بعيني ولكن عشان يحط في حسبانه ان في منظور معين حقيق الفيلم ده حلو جدا من خلاله مش بس في قصته وهدفه ولكن كمان على مستوى التفاصيل ودي حاجة ممكن تتوه من اي حد شاغل نفسه بسؤال هو ليه الفيلم ده كان من اكتر الافلام المرتقبة السنة دي عندنا نظرة منعشة جدا على كواليس صناعة السينما في هوليوود عندنا نظرة مزعجة جدا على احد اغمأ فصول التاريخ الامريكي وتباينها مع الجوهر الحالم لشخصية النجوم على الرغم من انتصاراتهم وانكساراتهم والاوقات اللي بيبقوا فيها طيبين والاوقات اللي بيبقوا فيها شارسين عندنا ساونتراك رائع لا يقل عن اي فيلم اخر لمخرجنا عندنا توظيف متزن لادوات السرد اللي احيانا بتكون جذابة واحيانا بتكون صادمة زي استخدام الراوي او قفزات الفلاشباك عندنا توازن عادل ما بين الجدية والكوميديا واللي كنين شغالين بشكل كويس ولو انه من الامانة اني اقول ان الدنيا ميالة ناحية الكوميديا شوية ودي مش مشكلة بالنسبة لي على الاطلاق انا بحب ده وحبيت ده في الفيلم ده واتحكت من قلبي عندنا كل حاجة كنا ممكن نأملها في صداقة على الشاشة ما بين ليوناردو ديكابري وبراد بيت وانا حقيقي استمتعت بكل لحظة قضوها على الشاشة مع بعض وعلى المستوى الفردي انا شايف ان ديكابريو كان عظيم ممكن ما يكونش افضل ادواره ولكنه برضو قدم افضل ما عنده وفي بعض المشاهد بيقدم لي انا شخصيا دليل على ليه انا لسه شايف انه من افضل الممثلين في التاريخ براد بيت برضو رائع وانا اشكر الفيلم ده عشان رجعه لقالب الشخصية اللي بتوصله لأقصى درجات التقلق يعني يكفي اقولكم انه بيرجع لضحكته المستفزة مرة تانية في الفيلم ده ولكن بالنسبالي انا هو بيجي في المرتبة التانية بعد ديكابريو لان في بعض اللقطات حسيت انه كبير شوية سنا على الدور ده مارجو روبي كويسة جدا بس ما عندهاش تحديات كبيرة في دورها ونفس الكلام ينطبق على كل الشخصيات المساندة تقريبا وكل ضيوف الشرف كلهم كويسين بس مفيش حاجة ممكن نفتكرها لهم ممكن قالبتشينو شوية بس برضو مش بشكل بارز قوي دايما بنخرج من اي فيلم التارنتينو واحنا عملين نسأل نفسنا هو ده بقى ترتيبه ايه ما بين افلامه هل فيه افضل حوار افضل ساونتراك افضل نهاية فيه عنف زايد فيه صدمات كبيرة فيه ضحك كتير الفيلم ده فيه شوية من كل حاجة وحقيقي هو ممتع جدا مش عارف ترتيبه ممكن يكون ايه بس بكل تأكيد ما هواش بلب فكشن وبكل تأكيد برضو ما هواش في ايمة اسوأ افلامه لو دي ايمة موجودة يعني تقييمي لفيلم وانسا بونا تاي من هوليوود هو تمانية من عشرة وما تاخدوش قوي على اللي بيقول ان فيلمه اللي جاي هو فيلمه الاخير والكلام ده كلهم عياله بيرجعوا في كلامهم في الاخر مناقشة الحلقة وبما اني حقيقي موهوم بنهاية الفيلم ده وسواء حضراتكم شفتوا الفيلم بالفعل او لسه ايه في رأيكم افضل نهاية ما بين كل الافلام اللي شفتوها لكوينتين ترنتينو ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجدكم الحلقات اول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وباز وبودجو ونيمو وباي باي